موسيقى آه، آه، في الروحة، في الروحة يا سعاد في الروحة حاضر يا بدروم ما انا عامل ايه ما انا بغيلك عالجلب قل لوليا يا بدروة، عملت ايه بقى في الموضوع اللي كلمتك فيه؟ آه، آه، بفكر بفكر نعم! انت لسه هتفكر! يا بدران حرام عليك ده دوتني اعرار الاتباه و هتفتح قدام الناس كلها ما نعملك يا سعاد ما تجال البالوة برضو ما واسبع عني يا بدران واسبع عنك؟ ليه وانا كنت اتحكت عليك وخدتك في حتة ضلمة ما كله كان برداتي اه ولا حاصل حاصل؟ حاصل ليه سويد؟ طيب مخلصتش من بره بره ليه؟ دي شك الدبوس وان كان علي قرشنات انا ام عاكب الواجد وابق اخسيم ام مهيتك انا رحت عنده الدكتور قال لي لو عملت العملية دي فيها خطر عالحياتك يبقى مش دكتور من بكرة حروح حرفة علي قضية واشتجت النقابة خطر عالحياتك؟ ده لو ما عملكش بخطر عالحيات انا ولا عشان بخت اهل انا بسويد يا بدران حرام عليك اهل ناس غلام لو عارفوا حاجة زي كده ممكن يروحوا فيها يا مان طلعلك اهل دي حلوت عالاخر دبرني يا اخي انا مش عارفة اعمل ايه؟ قالت لي كنت اخوك دلوقت يا ريتك كنت اخويا؟ وبعد اللي عملته خلاص دلوقت خلاص؟ اسمعها بيت ما تجيش هنا تاني ما عطش عايسك التلات ايوه كتبان عن حياتك يا بدران يعني انت مش عايس توقف جمبي طب والله يا بدران انا هافضحك قدام الناس كلها واقوم كل حاجة سعاد اه كده يا سعاد تكلميني غلط واني مجروح اخي سعدي ايه اعودي يا سعاد اعودي يا سمت اعودي عشان انا كعبان اه انا قصدي انت في اجازة مفتوحة مفتوحة على الاخر مش انت رياحي وعشان لبطنك ومهيتك ماشية زي ما هي عشان تتغذي وتتقوتي مش عشانك لما عشان ابني بس ايه تسلم الورق اللي عندك عشان ده بتاع ناس ملناش فيه انا بحبك بس حقص الميتين جنيه عربون اتعاب القضية اللي هرفعها على الدكتور اوه اوه طعلي في حظني يا ام ابني يا طلا سمت ايه ولا سم انا اه سمي انا والمسحط ما قلت حاجة ولا تكلدت ولا جبت سريت حدول والمسحط ما قلت حاجة متخافش ما انا عارف اطلع عمرك راجل مجادع خايف ليه خد مجر المجر Horizon والآه نورا بسم الله ورحمة الله حقيم وإنطبة الله يرد عليك عم الشيخ حتى تقي ألا أهل الله فينفاء فأصلحه بينهما بالعدد وأقسزه إن الله يحبه المقسطين إنما المؤمنون إغرى فأصلحوا بين أخواتهم إنهم يحبه المقسطين إنهم يحبه المقسطين وإسلام أفكار فأصلحوا بينهما إنهم يحبه المقسطين إنهم يحبه المقسطين موسيقى موسيقى المعلم النوح كبير الصحرا جماله حفظه شبر شبر واسمه عندنا زج جنيت دهب موسيقى ابنه براقة قشق الخطر في المنطقة واسرع موزع في السوق واسمه مكتوب بالحبر السري عند الدخلية لغاية دلوقت موسيقى معلم ابو سنة يا جمالك يا معلم يا خال يا كبير الكبار يا أمير الأمر يا مكيف الكيف يا أصل الدوئة ومنشية ناصر سيتك من السعيد لغاية هنا خميس ابو سنة أفندينا رنس المزاج قابوا الرجال وكافوا معلم على وسل ما يتسموس خلاص الكلام يا رجالة الفرقة خطر والمصلحة تحكم قبل ما تكمل يا باشا الحكاية أصلها الدم والدم أصله غدر دي ما تسويش دي يا أبو سنة الموت أقوى أنا نوح بس لما يبقى القتيل دا ابنك والأخوك الكلام هنا يفري يا أوا معلم أبو سنة جار يا رجالة اللي مش جايين يقلب في الدفاتر ونصف حسابات اللي فات ماد فقى عليك يا نوح بضعتك اللي راحت والرجل بتاعك اللي الحكومة مسكته قادت تعصر فيه عشان يقرش الله أعلم خلصتك منه إزاي وإنت يا أبو سنة بضعتك بدت تشح في السوق هتنكشف والشغل الشعبي ما يبقاش يليق بقى فندينة شوف يا رجالة كلنا عارفين قانون اللعبة كويس اللي حيورب سنة حيقق عشان كده لازم نركز ونشوف مصبحتنا واللي مش عايز ما يلزمناش السوق زي ما لقيت بتدي اللي سنان بتعد ورجلين بتفرم وتخلص ربنا يا ربي عوضنا على البطاعة اللي راحت وزكاة الخسارة على قد الفلوس ما يهمنيش إنما الخسارة اللي اليوم كن أسكت عليها أبداً هي أخسارة الرجالة ربنا يديم علينا نعمة اللامة بتاعتنا نيرى الفتحة على المرحوم هامين 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 فتح عهد والعهد سيف على رقاب الكل بس أنا ما زنوك في سؤال كده يا باشا فك نفسك وقول يا بوسيقى هو مين المرحوم؟ مرحوم يبقى الدار اللي بنا وبنا ومخال سعيكم مشكور يا رجالة استنى أنت خميس انت السفر أيضا اي سرباشر اي سرباشر ايه فيه مال موسيوة طب خد نفسك كده وقول لديه فيه ايه الودة اللي اتمسك مبارح في الكمين مال اتلوه ايه اتلوه العمروتي ده طول عمره داهية يعرف ازاي يكسب اللقصات اري خميس من اول سطر وعرف ازاي يجيبه بس افندنا مش ساهل انا مش فاهم حاجة انت مبسوطة ولا زعلانة ولا قلقانة ولا ايه بالظبط خميس رجع السوق تاني وقعدته مع العمروتي حتقوي قلبه وتخليه ما يهموش حاجة ما انت لسه اياله يا حاجة ابنك مش ساهل طبعا ابن حيجيبه مني وبنا دخليه قولي لا بالحق يا حاجة البدعة صبرت في السعيد والرجالة جازة انا حضرت الفلوس ان شاء الله هنزل علشان اخلص فيها مش لوحدك يا بو سنا اه طبعا ما الرجالة معاي اللي عايزة يكلام watched لا الاصد ان خميس يروحي سلم ويستلم خميس؟ أفاد دين؟ آه ومالوها واحد يا سلام مصر بتبقى حلو قوي بالليلة خميس بتحس إن كلها بتاعتك ومحطوطة في جيبك تحس إنك ركب في أرس ومسك اللجام كويس مالك يا خميس ما فيش يا باشا بس أنت قلت لي عايزك وجينا وقالك ساعة ما تتكلم عن مصر حلوة ومصر جميلة وما نعرف أنا أمتبعك من زماني خميس دخلت دماغي وأنا صعبة قوي حد يدخلت دماغي وإن أنت صغير وأنا مرأبك وعجبتني لأن ليك كرامات مع الحكوم واللي عجبتني أكتر أن أنت رميت عمرك ورا ضهرك مطالب بحقك وقتلت غريب وسط الحكومة أخيانة أمان هالموت في سنين اللي فاتت خميس السوق تغير ناس كتير هتحاربت أنا كنت مستنيت وأنت خلاص ديتك تلكوم حقها مااخد حقنا بقى لا يا باشا بس أنا يا أدوب لسا خارج ما تفرج ع الدنيا من برا ما عنديش نية أغرس تاني كيف ما تقاش المزاج خلاص يا خميس بس أنا يا بيت العمري بتاع المزاج ولو أنا عايل صغير قد كده أنا بتاع مزاج وبحب وبشتغلوا بمزاج وإذا بايني كلهم بتاع مزاج ناس ريئة ما ندومش مشاكل ولا اليوم في الدوشة ولا حتى لغبط الكاميرا الناس اتطحن انت يا خميس بايت عايشة في دوامة الطحنة دي خلصت على اللي في اليوبهم وقلصت على صحتهم بقى الزبون من دول يدور على نص برشامة عشان يوانوا واللي معاه قرش ما يلزموش البني خلاص بقى بيضعوا على الخطين أبيض مخلوط عشان يسافر زي من المزاج ولا يا خميس تبعيز مني بالضبط يا برشا أنا استفيتك يا خميس خميس خديد كبير السوق لا يا بي بس انا لما وقعت انت ستنها عيب عليك تقول كده يا خميس انا حاطت عيني عليك حتى قبل ما تخش السجن وما المين اللي غير الحرز بتاع البضاعة قبل ما تروح المعمل الجنائي من اللي جابش اهود نافي وخلى تحريات المباحث تقول ان ما كانش عندك نية تاتر غريبة مين اللي بغت عن نوح وقال له ما يتهمكش بقى تلبنه ويحضر المحاكمة بتاعتك كلها مغير شعوشرة كل ما انا عملته دا يا خميس وخلك تاخد سبع سنين بس وانقصت افقابتك من حفل المشتاء والحقيقة ان بادران بكدبش خبر نفس كل اللي قد تقوله بالحرف الواحد شفت بقى انت ظلمني ازا يا خميس ما عمدران بامدران بتقع الملوس معنى بارقها فقط با pół موسيقى يا حتي لو انت فاضفا عن اللي بقلبك هرياحك ده حتى المسأل بيقول لكل دا اندواء كادي مكشفيا يا مصر يا أستاذ انا مش هاين علي اشوفك كده بصراحة انت يا ما وقفت جمبي اديني لمؤاخذة فرصة اردلك المعروف معروف؟ ايوه انت يا ما حامتني يا اخويا من ايد الحكومة وما قلبها الله ما ترجع الحليم دي المغزن وروح انت نايم انت كمان او روح اقلب وعشكه معاي زبون تاني ولا سوق نايم السوق نايم ده الكون كله نايم خلاص يا اخويا الرجالة ما بقاش لها مزاج سألني انا بقولك ايه؟ انا بقى حسوقك وروحك اقوم اعمل لك في انجال قهوة من اللي بيخلي الرجالة يجوا هنا على ملو الشجر قهوتهم مسامية حتى القهوة مش عتقها يا مسامية ماهم بداوا اهلو استلمي افتح الباب يا واجه حركات يا اختي مدالي فأني خن حاضر حاضر اعمر يا بلدين استاذ بادران ساكن هلا ايه بللتا مين؟ انت اللي مين؟ خلدوا استاذ بادران فيه؟ سي بادران جو طب هو اللي اللي بارة تتسوين؟ استاذ استاذ موسيقى خليك انت يا عروزي افلدينا؟ انا ولا يأكل معايا الكلام ده انا لا يخصني عمروتي ولا بوسنة انا مش موصفلي في الليلة دي كلها حاج اللي خميس يا ابا اتعليش صوت يا كمان هيك انا مش بتجعجع والسدر المكشوف الله العمروتي حط يسيفه على رقاب الكل اللي حيتحرك تحته حيقاب الرب كريم على نفسه انا ما يهمنيش يا حاج انا عارف نفسك كده كده مي طب اسمعني يا عم المي اسمعني نعم الفرص جاية كتير والطار باين وعزابة تاخدش والفتحة مردودة بس السكة تفوق والدنيا تسلك واللي قيله مقتل نضربه في ايه ايوه لو انا مش حملة ثلاث يام اصبهم يعني عايزنا اعمل ايا حد احط جازمة قديمة في بوقي واسكت اي ضربة هنضربانه دلوقتي هتبقى زي القرش البراري لو رمتها هترد في وشك انما اللي هنا ما حدش يقدر يوصل له ساعتها هتبقى قضية بصحية امرك يا معلم امرك انت والباشا اتكني الاحمار اوه بس رتا عالت يوه ما يشبره ماشي اعجبك كده والنبي يا معلم طريقته معايا كده على طوق غابي زي امه اعمل له ايه ما علينا اقورني يا معلم الوحي عبتيني بفعل من العنين بس على مالك وانت ماشي حاضر تبتت على مالك غابي زي امه غابي زي امه مين العاشق المت cheated بالعيون الملط بايدون بوه اللي جابك ساعاتي انا قلت برضه لازم كلامنا يكون ما بين اربعة حطان وباب وشباك مقفول علينا مش في محل أكل عيش ببانهم فندقة وإخراموا أكتر من كوالينهم ملط يا بيدون أنا رمارة اللي فرطت الدنيا في كاف إيديها واللي هدومها شاطت من مرمط الأيام مش حتيجي دلوقتي وتلعب علي لعبة قديمة زيتي إيه السونة اللي انت خرجة منها دي إفل السخن وفتاح الساقة شوية خلينا نركلس ونقولك كلمتين أنا جايلك بالمفيد ما انت قلتلي المفيد وأنا رديت وتفتي لسه على خدك تفتيك دي وسامة على صدري وأنا ضمتها لدلاب الزكريات وكتبت عليها إهداء من رمانة إلى المناضل الوطني الملطي بيدون باشا ما تلقيش نعم أمال ليه قلتلي بس ممكن في أي وقت يطلبك أنا عارف أن انت مش على هوالي وين دول هو كمان مش على هواكي بس ممكن في أي لحظة هفه شوء ساعتها لنا ولا أنت هنقدر نناضل ضده ولا نقوله ما ينفعش وأنا استحال أقوله ينفع يبقى أنت كده بتصوري على النظام القديم وساعتها مش هيبقى قدامي غير حل واحد إيه راح أمك الكلام الكبير اللي عمالت قوله ده أنت صدقت البرنيتة اللي على دماغك دي حتعملي فيها يا أخويا بتاع السياسة ده أنت يا دوبك بتفك الخط وبعدين حل إيه جات حل وسطه أنك تعتصمي وقبل ما تعتصمي ترش على وشك شوية ميت نار يمكن الباشا يتعاطف معاك وساعتها هينفذ لك مطالبك الفقاوية تعالي بقى وريك مطالبك الفقاوية يا ابن روحية ما يصحش كده يا نجمعين تصدر إيه ده إيه ده بتعملي إيه قادي هدوب الباشا بتاعك الضرف اللي عاملة زي السجان في بيتي أنا خلاص خدت منها إفراج وإحمد ربنا إن خميس ما شافهاش عشان تعارف كويس لو كان شافا كان ممكن يعمل في الكل إيه اهدي على نفسك ليطقلك عرق مصر عايزاكي يلا خد الزبالة دي وغوف ماشي ماشي أنا أخدها وأضمها في دلاب الزكريات يمكن يحصل لك انقلاب داخلي وترجعها لعقلك تصدق الحتة حلوة إزاي أفندينة ما شمهاش والمصحف نصوت ولم عليك الخلق يلا غور يا ابن الكام تضج يعني رمز الوفاء والإخلاص يعني الملط بيدون السلام يا نكمة يا بني عايش في ملكوت ديني خالص واخص دماغ دي بتطلع سمي طبعا بنت طلعت من رجالة العمروتي انسى بقى السيرة دي خميس دا القانون الريص هو يقول إنما أنا لأ وانت يا سيد العرفين بعدين في الآخر كله كان عشان مصلحتك كله طلع شمال أولاد الرفضي لاويه كل الشمال منافض على بعضه عسل اسمتي خمسة فعين اللي يشوفك ولا يصليش على حضرة النبي الله هو أكبر الليلة ليلة عيد أمي يا بيتة اللي شبه دقر الباب تنتي الله يا أخش الله هو أكبر منورنا وانكترنا والله هو مالك عليّ حلفان الهود دي ودي أتباح لك بتي من البنات ما تعملوا حركة يا ولاية الله فضل يا تندينا هو أنت تعرف العمروت يا مدران وما بروح الخليز حتى ايه دا؟ في ايه براقة؟ فيه أنت يا مطار؟ أنا برضو جوزك ولا يحق عليك بالرضاية على جثتي إنما غصب يعمل ما بدالك أنا طول عمري عايش معك غصب يلزي مارا يبقى بمزاكك ود مش طايل عيشة دي ده وضع مفروض علينا وإنت عارف كده كويس وضع محرم وكا لنفسي خصب علي أنا مش مؤثر مطرح مش مؤثر أنا بعمل كل اللي أبدر علي عشان أخطر أخويا لكن زي ما أنت شايفت الدنيا ما هيعمل أغباط عالآخر كلها بتلعبك قمي الكلب بسبعة روح أنا عارفة إنك مش ناس يترى أخوك وأنك بتحب وقدم أنا بحب بتحبي وليها مطرح أنا عارف أنا عارف إنك لزا بتحبي الغريب بشوفها في عناكي حتى وإحنا خاص بحدي بالعجزة مطرح حبك اللي غريب هو اللي مخليني لسه بقي عليكي ومكان يعني على حبة النرفزة ولا ولا يدي اللي بتطول عليكي معلش طول يا دوب حلا وتروح فاشغل مش أكتر أصبح حلا خير يا مطرة اشحاب اشتركوا في القناة المترجم للقناة 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 يا فنديك وقعد يا شاهد يعني ما تفضرش بحد بحد يتوب علينا يا ربنا المال العظيم جاي عايزة يا شاب معاكس الارتين يا باشلوش قول لي ان ما فيش متصرف مش كمية يعني يا مغوري خشي اللي اخو هتابعة تجيب من المكتب ولا يا باشل لا حلوة الوعي مفتخرة مستغربني صح؟ لا خلص انا بس يعني اخر حاجة اخيالها اللي لادي ان هشوف جنابك مغوري باشل مغوري السواق بتاعي حكومة يعني عادي وقت غلبان من الغلابة الكتير اللي محشورين في الدنيا بالزاق تعال مغوري تعال اقرب قريني معاك ايه غفية باشل انا مر� قانق وغفية باشل انا معيش حاجة باشل انا معيش حاجة باشل باشلamento مغوري مغوري نبيaval عاربي Don Franek قريني مع ايه hango شاب الدباغ تعالى انتوا بعلينا ربنا الله باركلك يا باشي إيه ليه بقى شاف الحباية دي يا خميس هي دي اللي أنا بحاجة بقى عنا مريش في السجاك الأوجة انت عارف الكلام ديكو رئيس على الله تصمت للآخر يا خميس شو معنى يا باشي هاللي جاء تقول لي الكلام دي دلوقتي لأن انا كان كل همي اللي جوا جيد مغاولي وانت كان كل همك تضبط مزاج مغاولي انا بصيت لي جيبه وانت أريد دماغه عشان كده انا محتاج لللي زيها كخميس يبقى جمل ويكمل اللي المعز فيها حطي إيه في إيه خميس ما حارب بتوعه كامل اللي خاربين دماغ شابه للبالد دور ميحان بقى اي حاجة تاخر الدماغ شباب مصر ونرى الفتحة تمنع الحرب دي محاشيش برا الحرب ديه باشا ميحان 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 اشتركوا في القناة